عثر مسامس السبت على طفل عيناد صاحب الخمس سنوات والمصاب بالتوحد جثة داخل بئر في منطقة بور الهيشة في ورغلا الطفل فقد ليلة أول أمس وقد بشرت وحدات الأمن والدرك الوطني عمليات بحث واسعين غاية العثور على جثته هامدة جثمان وطفل نقل إلى مستشفى محمد بوظياف من أجل تشريحها والتكن من أسباب الوفاة فيما تم فتح تحقيق معمق لتحديد ملابسات هذه الحادثة المساوية